بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة هنحل بإذن الله للصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة وهنحل جميع المحافظات بإذن الله تعالى تمام؟ هنقول هنحل محافظات الترم الأول 2022 وعشرين وهنبدأ بأول سؤال وهو المحادثة بيقول بيتكلموا عن طبعا يعني يتحدث بيتكلموا عن زيار اللي هو القدوة بتاعتهم بيتكلموا عن القدوة عاوز يقول له مين قدوتك وهو قدوتك ليه طب انت بتحبه ليه طب انت شعورك ايه بالنسباله كده يعني فهو بيتكلم على القدوة الحسنة بتاعته فطبعا اول طبيعي بيقول له طبعا كان اي في اول الكلام معناها ممكن كان اي في اول الكلام ممكن طالما ممكن كده يبقى اكيد عاوز يقول له ايه؟ عاوز يقول له ان الاجابة دي هتبقى ياس يا نو وطالما انا لسه في البداية مش معقولة اقول له نو فا اول الكلام يعني فطبيعي ان انا هقول له ايه؟ ياس او هقول له شور او هقول له او هقول له اه يعني اي حاجة تنفع تمام؟ طيب شور مسلا اي حاجة تنفع سألوا سؤال كمان قال له طيب انت بقى لو انت معرفتش دي انت بتبص على ماظر ماظر دي شخص عاقل فانت عندك حاجة بتسأل بيها عن العاقل يعني انا اول ما بشوف عاقل عندي اداة استفهام معينة بستخدمها فمجرد ما انا شفت العاقل ده في اداة طبعا اسمها هو اللي هي معناها من وتسأل عن العاقل ام ممكن اقول له ايه هو وكمل بقى از زي ما هو جايب في السؤال وحول ماي دي ليور لازم ماي دي تتحول ليور لان هو بيقول دي الموديل بتاعي فانا هقول له ايه مين الموديل بتاعك وكمل السؤال عادي هو از يور رول آآ موديل مين القدوة بتاعتك او مين القدوة الحسنة بتاعتك طبعا قال ماما طيب آآ هاجي بعد كده آآ هسأله سؤال رده قال لي ايه بتبزل مجهود عظيم جدا فانا ممكن طبيعي طالما هو قال لي ماما فانا ممكن اسأله بلي ماذا ليه مع ان الاجابة هنا مفيش بيكوز اللي هي لانا اللي هي بتخليني اختار لماذا ولكن المحتوى يعرف لي كده ليه ليه اخترت ماما فطبعا قال لانها بتبزل مجهود عظيم وايه اللي هي وللأسرة طيب هاو دو يو فيل تورد سير هنا بقى انت تعرف فيل دي اللي هي يشعر كيف تشعر تجاهها بتشعر تجاهها ايه طبعا هو فيه كلام كدير يعني ممكن مثلا نلاقي واحد قال ايه قال مثلا اي لاف هير انا احبها تنفع عادي اي لاف هير احبها جدا مسلا ده ينفع عادي طيب لكن الاصل ايه بقى الاصل ان انا لازم ابص في الاجابة اللي تحت هانا قالت انا دايما بشعر بالفخر تجاه والدية ها فطبعا هنا دي بقى هتقول لها ايه هتقول لها ايه يعني بنفس الطريقة كده هتقول لها انا اشعر بالفخر تجاهها تجاه ما يماظر دي المفروض الاجابة الايه اللي تتكتب ولكن هي لو راحت مني اروح انا عامل ايه عامل الطريقة التانية اللي هي انا بحبها دي تمام اه اي في البراود واقول بقى ايه اه تجاه ما يماظر قالت لها برضو انا دايما بشعر بالفخر فدي منكم تقول لها مسلا ايه حاجة سهلة زي ايه ميتو او انا ايضا او اي حاجة بتخدم بها المحادسة طيب السؤال التاني السؤال التاني اللي هو من الاسئلة الرخمة شوية ولازم يكون في تركيز جامد 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 لان اسئلته خداعة هو بيحتاج اربع نقاط وجايب ستة يعني جايب ايه اتنين زيادة علشان اللغبطة تكتر في مواصفات جديدة نزلت طبعا لتالت اعدادة غير المواصفات دي هنحل طبعا وهنسيب رابط اسفل الفيديو لامتحانات الجديدة اللي هم نزلوها على المواصفات الجديدة اه اللي هي مسلا اه يعني الاختيارات تتغير فيها شوية حاجات كده بسيطة هنوضحها لما يجي سؤال الاختيارات وهنسيب الرابط الجديد بتاع كراسة المعاصر وان شاء الله هنحلو بعد ما نخلص المحافزات دي عشان المحافزات دي بترجعلي المنهج بالكامل اول حاجة بيقول لي ايجيبت هزا قلدست كزا ان افريكا طبعا تيرين يعني قطار تيرين يعني قطار فطالما انت بتتكلم على القطار يبقى مصر ايه بقى يبقى مصر عندها اقدم يبقى هتكلم على على خط سكة حديد بقى دي رقم واحد اقدم خط سكة حديد في افريقيا وانا بحب السفر بالقطار لانه ممتع جدا علشان ابص كده من الشباك باخد القطار نقط باخد القطار لما بروح ازور جدي في الصعيد طيب يبقى هنا وان دي اللي هتبقى عندما هتبقى تنين باخد القطار عندما اذهب لازور جدي فين في الصعيد انزا كزا اه انزا ايه بقى انزا جيرني جيرني اللي هي الرحلة في الرحلة بتاعتي وانا رايح بشوف المعدية في النيل وبشوف الوديان الخضرة الجميلة نقط وفي الفيليش بقى طبعا هنا هيقول ايه بقى هيقول بعدين بقى بيقول لي ويه اه القرى اا ما لها يا ترى القرى هو عايز وصف طالما اخد كوما هنا يبقى عايز وصف للقرى يبقى هيقول للبيسفل يعني القرى الايه القرى الهادئة اا او المطنئنة يعني طيب القطعة بقى خلي بالكم عشان ارخم سؤال بيبقى القطعة بيحتاج مني تركيز جامد لان معظم الاسئلة بتبقى ايه من وسط السطور كده مش انك تشوف وتكمل زي زمان مع ان ده ممكن ينفع في سؤال او اتنين من الخمسة طيب بيقول لي هو بقى ايه لازم اركز كده وانا بقرأ هو المفروض ان انا اقرأ الاسئلة الاول فتعالوا نشوف الاسئلة الاول بيقول لي الفكرة الرئيسية للقطعة يا طارة ولا الجرسون ولا افضل اطباق ولا الاحتفال بعيد الميلاد بعدين جايب كلمة تحتها خطه بيقول لي تعود على مين بعدين هنا بيقول لي الجرسون وصحابه استنوا حوالي كام دقيقة علشان يعودوا عالترابيزة يبقى هما ما عادوش عالترابيزة استنوا قدية عشان يعودوا بعدين الاسئلة الطويلة دي بقى بيقول لي اشرح ليه الكاتب ما حجسش ترابيزة اه انفر بقى يعني تدي معنى خمن او استدل كده ليه الجرسون مرجعش للترابيزة بعد ساعة من المطالب والطلوات بتاعتهم يعني بعدين ديو سينك ده اللي بيبقى مبارك قطعة هل تعتقد ان الجرسون وصحابه استمتعوا بالزيارة ولا لا طيب تعالوا نرجع للقطعة ونشوف اول حاجة معايا بيقول لي يبقى العيد الميلاد الاخين يبقى دي نقدر من خلالها اول الكلمتين في القطعة نجاوب اول سؤال ان الفكرة الرئيسية للقطعة هتبقى ايه هتبقى هي بتاعت دي دي ان هي الاحتفال بعيد الميلاد دي هي اول كلمة لها هناك يبقى هتبقى هي الايجابة دي تمام طيب بعدين نرجع للقطعة تاني ونشوف هو بيتكلم عن ايه بيقول لي عيد ميلاد اللي فات انا قررت ان انا احتفل مع بعض صحابه ودعتهم على عشان اخترت لهم مطعم المطعم بتاعه كويس هناك والجرسون الناس اللي شغالة هناك اللي هم يعني اللي شغالين في المطعم كويسين يعني مش مزدحم انتعارفين يعني مزدحم لكن طالما جاب دي معنى نافي فبيقول مش مش زحمة قوي علشان ناس قليلة تعرف المطعم ده سوء ازنوت نساسل ايه مش ضروري ان احنا نحجز ايه نحجز ترابيزة هناك يبقى هو كده ما حجزش ليه لان المطعم اا مش معروف قوي يعني طب ليه اختار المطعم ده قال لي لان ايه لان اا اا اكله لذيذ والناس اللي شغالة هناك كويسة. فبيقول لي لما دخلنا المطعم ايوصر برايزت كنت ومندهش لقيته مليان على الاخر يعني مزدحم فيش ولا ترابيزة فاضية واحد من الجرسونات اللي شغالين عارفني لما انا بروح هناك على طول وبدأ يشرح لي بقى يقول له صديقة كانت حفلة سياح جم حوالي من نص ساعة بس كده وحجزوا كل الترابيزات والناس ايه كانت على وشك ان هي تمشي يعني خلاص قربوا يمشوا بعد خمستاشر دقيقة اه يبقى بعد خمستاشر دقيقة في ناس كانوا حاجزين ترابيزة وايه ومشوا يبقى بعد كام ركز معايا يبقى دي اجابة سؤال برضو اجابة سؤال فين السؤال ده اهو لما بيقول لي اه الجرسون وصحابه انتظروا قد ايه عشان يعودوا على على الترابيزة اللي في الكورنان دي طبعا خمستاشر دقيقة يبقى احنا هنقول له ايه الرقم طيب بعدين بيقول لي لسوق الحظ بقى كل الجرسونات اللي هناك كانوا مشغولين عشان الحفلة بتاعت السياح السياح طلبوا بقى ايه يبقى كلمة زي دية عايدة على قبلها على طول اللي هي مين اللي هي السياح يبقى دي برضو اجابة سؤال معنا هنا اهي انها هتوضع على مين على السياح طيب كده خلصنا من اول تلات اسئلة اشرح ليه بقى الجرسون اه الرايتر هنا بقى اخد بالك من كلمة الرايتر الكاتب دي في السؤال وكلمة الجرسون في السؤال اللي تحتها يبقى اركز في الاتنين دي رايتر كاتب ودي ويتر جرسون عشان ما تطلق بطش ليه بقى الكاتب اللي هو الرجل اللي هو وصحابه ده ما حجزوش طربيزة طبعا هنقول له الكلام اللي هو قاله هنا هو اللي هو ده ان طبعا ناس قليلة هي اللي عارفة عن ايه عن المطعم ده علشان كده مش مستهل انها نحجز تذكرة يبقى دي هتبقى اجابة راكم كام اجابة راكم اربعة في القطعة اجابة راكم اربعة في القطعة طيب نيجي بعد كده التانية السؤال التاني اللي هو خمن او استنتج ليه الجرسون ديدينت كوم باك توزا ويتر زي تيبول فور نيرلي اناور اه قاعد ساعة ليه بقى على مرجع لهم تاني طبعا اكيد بسبب ايه هو عاوز يقول ليه يعني يعني انت الكلمة دي ما ما تتعبكش الكلمة بتاعة دي ما ما تغيرش من مودك انت تركز على واي احنا عارفين ادوات الاستفهام وعارفينها كويس فطبعا هو بيتكلم ليه ماذا ليه ليه الجرسون خلاص مش مهم بقى خمن او استنتج او اتنيل مش مشكلة ما يلغبطنيش هو بالكلمات اللي هو بيجيبها دي انا بركز على اداة الايه على اداة الاستفهام فطبعا هنا بقى بيقولي لو دورت انا على ايه على موضوع الساعة هنا اهو بيقول لي اه انا باوت اجو بقى لا مش دي بقى هنقوله تاني اهي يعني انا لو كتبت من اول الكلام ده كده هيبقى ايه هيبقى شبه اجابة صحيحة اخد بالك انا بقول شبه ليه ان هو بيقولي فانا هقول له هقول له مسلا بيكوز او زا 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 ريستورانت المطعم اهو هقوله الكلمة دي انه اهو كان مزدحم قوي فعشان كده ما عارفوش ايه ما عارفوش يوصلوا للي هم عايزينه او ان هم الاكل اجلهم في الوقت بتاعه طيب هل تعتقد ان الكاتب وصحابه استمتعوا بالدعوة دي او البرس دي ده هنقول له طبعا ايه ما استمتعوش طيب هو طلب مني ليه ما استمتعوش هقول له بقى ايه اه لان احنا ما كملناش في الاخر هنا هرجع هنا وارجع لكم في اكتب تاني قال لي ايه بقى قال لي هي كين باك تو انفورمت قص زات وزن تميت اور فيش لما هم طلبوا الاكل بتاعهم ما كانش في لحمة ولا سمك لان السياح خلصوا على كل الحاجات البروتيني اللي كانت موجودة فطبعا ايه ما استمتعوش بالرحلة لان ما عادش في ايه للحمة ولا سمك ودي هتبقى ايجابة رقم كام رقم خمسة نيجي لاسئلة الاختيارات طبعا بيقول لي البلد بتاعنا في كثيرة من اماكن جزابة كلمة دي معناها كلمة دي يعني 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 تعني قبيح ولا جميل ولا قزر ولا باد طبعا اكيد ايه جميل فانت تركز على كلمة دي عشان بيطلب معناها عكسها مضادها ابقى عارف الحاجات دي طيب زي نوقت جاردين بيقول لي مكان بقى انت بتشوف فيه الاشجار والنباتات يبقى هي اسمها كده احنا اخدناها في الدرس الاول اسمها الحدائق النباتية طيب عشان ندي العكس الكلمة اللي هي ممكن بناخد ام طبعا بعدين انت لازم تخبر والديك او المدرسين افصم ولو ان شخصة رايزة نقطة يو اولاين اولاين عن نت يبقى ده في الوحدة الستة الاخيرة يبقى ايه لحد يبلطك يعني او يتنمر عليك طيب ما ما بتستخدم الكزا علشان تطبخ الاشياء بسرعة طالما بتطبخ بسرعة يبقى هتستخدم المايكرو ويف اللي هو بيستخدم لطبخ الطعام ودي في الوحدة التانية طيب دي هنا بقى صفة معناها عطوف او طيب هو عايز يعني الاسم منها فطبعا اسمها طيب نيجي بقى للتصحية زا فيلم يت انت عارفها طبعا المضارع التام يعني لازم هاز او هاب والتصريف التالت طيب يت في الجملة الايه المنفية يبقى لازم تبقى هازنت فنشد هازنت فنشد لم ينتهي بعد لازم تبقى كده هازنت فنشد الفيلم لم ينتهي آآ بعد تمام طيب يبقى هنقول له هازنت فنشد هت الفيلم لم ايه لم ينتهي طيب هنا بقى الدراجات اه عايز اقولي اكسره غلاءا من السيارات طبعا هي مش معقولة يعني فمش معقولة ان انا احط له مور علشان اقوله اكسره غلاءا من ليه بقى لان العجلة اغلى من العربية مش معقولة فهضطر احط له عكسه مور اللي هي مين لس عشان يبقى اقله اقله غلاءا طيب اور فتبول تيم فريق الكرة بتاعنا اللاست ماتش الماتش الاخير يبقى الكلام في الماضي يبقى جيب الماضي من كلمة وين يا فوز اللي هي وان علشان الدليل بتاع ده بتاع الماضي طيب انا عشت في البيت ده بير يعني يالد طب انت انت بتتكلم يبقى انت آآ آآ لسه مولود لأ طبعا يبقى ووز بورن منذ انولتها جيب التصريف التالت منها علشان مبنية للمجهول طيب الدنيا كانت عاصفة قوي يعني رياح شديدة علشان كده الطيارات آآ ما قدرتش دي قاعدة الوحدة الاخيرة فطبعا الطيارات جمعي فهنجيب هنقول لم تكن قادرة على المغادرة طيب تمام بعدين آآ عن الشوبينج طبعا بتستخدم جمل سهل وبسيطة وتركز على علامات التركيم وسايبين لك طبعا احنا لإيه آآ البيراقرافات التالتها دادة كلها في رابط اسفل الفيديو كل اللي جات في الامتحانات دي موجودة في الرابط اللي هنسايبه تمام?